السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إظهار زر تبديل اللغة في لوحة مفاتيح سامسونج فلا تنسون دعمنا باللاحك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تتحون أي تطبيق وتروحون على الشات رح تظهر عندكم لوحة المفاتيح فهين يا شباب ممكن ما يظهر معكم هذا الخيار اللي هو خيار زر تبديل اللغة فممكن فقط يظهر عندكم علامة الكرة اللي تغيرون عن طريق اللغة فهين يا شباب رح نشرح طريقة تغيير اللغة عن طريق هذا الخيار أو عن طريق علامة الكرة فكل عليكم تسوونها تروحون على أيقونة الاعدادات من هنا رح تفتح معاكم هذه الخيارات من هنا تروحون على اللغات والأنواع أو الخيار وبعدين هنا يا شباب لو تلاحظون عندكم آخر خيار لو طريقة تبديل اللغة تضغطون عليه فهين يا شباب عندكم ثلاث خيارات الخيار الأول اللي هو سحب شريط المسافة اللي هو تغيير اللغة عن طريق هذه الأيقونة أما الخيار الثاني معاني شباب اللي هو مفتاح اللغة لو تضغطون عليه رح تظهر معاكم تغيير اللغة بهذه الأيقونة اللي هي علامة الكرة من هنا تقدرون تغيروا اللغة أما الخيار الثالث يا شباب اللي هو رح يظهر شريط المسافة ورح يظهر أيضا علامة الكرة أو مفتاح اللغة فلما تضغطون عليه رح يكون عندكم بهذه الطريقة فهنا يا شباب رح يظهر معاكم خيار تبديل اللغة عن طريق شريط المسافة وأيضا تقدرون تغيروا اللغة عن طريق علامة الكرة هذه فبهذه الطريقة تقدرون تغيرون اللغة حسب اللي ناسبكم وتقدرون تختارون زر المسافة أو تختارون علامة الكرة أو الأثنين مع بعض فهذه كانت طريقة يا شباب بكل اختصار أتمنى استفدتم المقطع لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك شكرا لكم مقاطع ثانية مع السلامة